انا بتكلمك كل في المرحلة دي الفترة اللي احنا فيها عندنا وعية لعيبة بنعمل فيها عاملية تدوير فاحنا كلهم اتفقين ان دي حالة هنعدي بيها لغاية اخر الدولة والكاس ايه لان ربنا يرجع علينا حد من اللعيبة برضو اللي ما بنبقى بقى ومتشاط كاس وقالوا وزا مالك في عينال ولا حاجة ما انت لازم حتدور على جميع الخبرات اللي موجودة ايه الحلول ان اللعيبة اللي بتبقى رجليها في الملعب وبتعدي لازم يسيبها في الملعب لعب جايب جولين وطب ما سيبه في الملعب يكمل لعب جايب جول تاني اسيبه في الملعب يكمل انه انا نهاردة ما يبقاش في عملية التدوير دي اخرج لعيبة ودخل لعيبة خرج اسماء بس انا عندي تمرين انا بشاهد فيه كل شيء عندي تدريب انا بشوف فيه حالة كل اللعيبة ايه اللي ينفع المطشده وايه اللي موجود عندي وايه من الحالة البدنية واحتياجاتي والشكل الفني واحتياجاتي والمطلوب مني كمان انا كنيدي اهلي انا لغاية النهاردة الدولي ما كانش راح لسه يعني كويس انت بتلعب وانت نامل فوتا لا الاحساس ده او بتلعب وحاجة تانية يعني كلنا اتكلمنا حاس ان ده انا حاجة سفاية وقت ده احساس يوديك فدهية او حاجة تالتة والله كنت شبه كلم جد بتلعب بلا هدف اه يعني معندكش حاجة تلعب بلا هدف اشتركوا في القناة